أهلا بحراجكم مرة تانية طبعا النهاردة مواجهة مرتقبة في نهائي كأس مصر ما بين طبعا الزمالك وبيرامدز الساعة 8 مساء الفارس الأبيض طبعا دي البطولة المحببة ليه لأنه في السنوات الأخيرة هو حصل تقريبا خمس ببطولات من ست بطولات متتالية وبيرامدز أيضا وصل للمباراة النهائية وده يعتبر إنجاز ليه كبير حتى الآن طبعا لعبته مش عايزة تكتفي بدأ وبتتمنى طبعا تحقيق اللقب للمرة الأولى المباراة طبعا صعبة على الفريقين لأن المطشين الحقيقة اللي تقابلوا فيهم في الدوري كانوا أيضا مليانين حماس وندية وقوة وأحيانا كمان كورة جميلة فريق الزمالك اللي على مدار البطولة ما دخلش مرماء أي أهداف بيتمنى أن يجمل المباراة أنهائية على نفس النمط ويحقق البطولة وبيراميدز كمان بيتمنى مع عودة نجمه عبدالله السعيد وتأكد جهزيته للمباراة أنه يقدر يحقق الفوز الأول بالبطولة عمتا إحنا كلنا بنتمنى طبعا نشوف مباراة حلوة مع كمان التواجد الجماهيري ودي ظاهرة إيجابية إن شاء الله تضيف حماس للمباراة وإن شاء الله تكون مباراة قوية وكمان إحنا عندنا مباراة من نوع خاص لأنه طبعا فيه مدرب جديد لنادي بيراميدز ومدرب جديد أيضا لنادي الزمالك ميتشو وسباستيان دي سابر وطبعا هيكون مهم لكل الطرفين أنهم يحصلوا على البطولة لتأكيد طبعا قوتهم وبقائهم في النادي نحن هنعرف محركوا شوية تفاصيل عن مباراة النهاردة من الأستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس قسم الرياضي بالدستور أهلا بك أستاذ سعيد صباح الوارد أستاذ سعيد طيب هنحاول الاتصال مرة أخرى بأستاذ سعيد لكن خلينا نقول أنه في بعض أيضا التكاهنات النهاردة بأنه مثلا على سبيل المثال أن ناس زمالك هيتم استبعاد بعض اللاعبين زي محمود عبد العزيز وحزم إمام وكريم بامبو وإسلام جابر طبعا عن ناحية الثانية بيرامدز هيكون أيضا مشاركة الثلاثي الهجوم المتوقع جون أنتوي وأحمد علي ودودو الجباس مباراة قوية ونهائي كأس مصر وإن شاء الله نشوف مباراة كمان تسعد جماهير الطرفين